جمهورية شينوك ترعى في المزارع اللبنانية شركة ضائعة الصيط اعتلت فراغ لبنان فأبرمت عقدا من مافيا إلى مافيات فلا وزير الاحتلال للبيئة يعلم ولا الوزير المنزوعة صلاحيته يدري ولا لجنة البيئة النيابية امتلكت الحقيقة نائب يصرح بالمجهول وآخر ينفي المعلوم وطاولة حوار غرقت بالنفيات إلى حد نسيان الرئيس والمرشحين والحكومة والانتخابات والقوانين وتحققت زلة لسان احدى الصحفيات عندما تحول النقاش إلى طاولة حمار حيث القطبة ظلت مخفية أمهلت شينوك حتى العاشرة من صباح غد لتبيان حقيقة التزوير وما إذا كنا قد وقعنا فعلا في شرك عصابات النفيات التي قد تبرم معك عقدا وترميه في البحر فوضى وبلبلة وقلة حيلة في ملف لا حل له سوى تلزيمه للبلديات فإذا كانت لبكة الترحيل قد كلفت الدولة مليار دولار فلماذا لم تأخذ الحكومة الطريق الأقصر عبر دفع مستحقات إلى البلديات ولتتدبر كل بلدية أمر نفاياتها هيبة الحوار كسرتها روائح الترحيل لكن لا شيء يمنع القادة اللبنانيين من استعادة الهيبة ولو على ظهر حوار إذ تخط السياسيون اللبنانيون خجلهم وشغلوا محركات الرئاسة فدارت العجلات من الرابي إلى بكركي في بيت الوسط رسل رياش جبران حلقت على جناح الميثاقية المسيحية وزعيم تيار المرضى سليمان فرنجي زار بيت الوسط والتقى الرئيس سعد الحريري معلنا من هناك أنه لي يتنازل عن ترشيحه ولا يريد إحراج الحريري في ذلك على قاعدة مبيس ورحل كرمال الموجودين فيما كان زعيم المستقبل ينتظر مرشحه عند باب البيت الوسطي قرابة الساعة الثالثة والنصف على التوقيت السعودي الظاهر على ساعة يده قائلا للصحفيين إنه ملتزم هذا الترشيح ونقطع السطر لقاء بيت الوسط الرئاسي جاءته صليات وهابية على جناح من وئام ومن دون أن يكون رئيس تيار التوحيد قد أصابه أي تأنيب سياسي على تجريحات سابقة فهو رفع اليوم صقف انتقاداته متحدثا عن شكات بلا رصيد يوزعها الحريري على مرشحين صدقوه واعتقدوا أنهم حصلوا على رصيد وصاحبه مفلس من فوق كل هذا الهراء اللبناني ثم تهيكل سقط رسميا اليوم فبعد موت سريري وصل النبأ بالوفاة محمد حسنان الصحافة سقط عن ثلاثة وتسعين هيكلا وبضعة أقمار مهندس الموقف العربي أرستقراطي الكلمة رفيق ناصر والذي علم بالقلم أعلن استسلامه اليوم وهو الذي لم يعترف حياته بأي استسلام المترجم للقناة